يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة إحاطة تتبعها جلسة مشاورات مغلقة بشأن الوضع الإنساني في قطاع غزة تأثي الجلسة بناء على طلب من الجزائر وسلوفينيا وبدعم من فرنسا ومن المطاقع أن يستمع أعضاء إلى إحاطتين من مسؤولة بمكتب تنصيق الشؤون الإنسانية أوتشا ومن المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لائجي فلسطين الأنرو ومن المتحدة لأسفرات التصوير لأسفرات العالمية والأسفرات التصوير لأسفرات التصوير لإغاثة المتحدة